أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد تجربة تنموية مصرية رائدة تشمل تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين في الريف والمدن في المسواة وخلق فرص العمل والتعليم الجيد والحصول على الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي جاء ذلك خلال بشاركة الوزير في جلسة خاصة على هامش أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات العالمية والتي تعقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة اعتبرتها الأمم المتحدة أحد أفضل التجارب التنموية على المستوى الدولي في عامي 2020-2021 حيث تتضمن كل جوانب مفهوم التقارب بكل مجتملاته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبما يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة